مأساة حقيقية هزت مدينة ليتل روك بولاية أركنسس الأمريكية جريمة قتل راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات الطفل الذي كان في سيارة رفق جدته قتل بعدما أطلق عليه رجل مجهول النار بسبب تأخر الجدة في إقلاع السيارة بعد توقفها عند الضوء الأحمر هي المرة الثانية في أقل من شهر يتم إطلاق النار على الأطفال والرضى أثناء السفر في سيارة في مدينتنا هذا أمر خطير ويحبط للغاية رجال الشرطة هذه الحوادث تؤثر على مجتمعنا نداء للسكان وجهته الشرطة المحلية للقبض على مرتكب الجريمة ويتعلق الأمر برجل أبيض طويل القامع يقود سيارة سوداء من نوع شفرول